سؤال هل تتوقع أن في دول أكثر راح تبدأ تحجب تكتوك بسبب طريقة تعمله؟ والله إذا استمروا بنفس الأسلوب بدون شك هل ممكن نشوف دول عربية أخرى قاعد تحجب التطبيق؟ والله ممكن ممكن جدا ما أعتقد الموجة هذه بتتوقف لو سألتني السؤال بالمجمل تقول هل ستتوقف هذا؟ لا أقول لك لا أبدا إذا ما انضفت اليوم دول بتنضف دول ثانية بعدين كل ما زاد زاد الدولي تتشجع دول أكثر أنها تاخذ احتياطها يعني ما عليش تتخيل دولة مثلا نشوف في ست سبع دول أو عشر دول أو عشر دول بدأت تحضر التطبيق معناتها يثير انتباه عندي ليش؟ أكيد في شيء طيب السؤال أهم الآن تكتوك قاعد يواجه مشاكل في اتحاد الأوروبي بسبب ذا كان صناعي أنه يشجع الإدمان للاستخدام التطبيق وغيره وطلبوا أن يخلون المستخدم ياخذ راحته أكثر في استخدام التطبيق ويقللون من ظهور المحتوى أساسية من المستخدم على التطبيق هل تتوقع هذا راح يأثر على استخدام المنصة داخل الاتحاد الأوروبي؟ والله وارد جدا وارد جدا مع أني أشوف أنا تكتوك أكثر انتشار في العالم العربي ومنطقة شرق الوسط بكثافة يمكن الرتفع عن نسبة عدد الشباب والأقل من يمكن نخرج 20 سنة في الدول الاتحاد الأوروبي طبعا إذا صار فيه تحديد من هذا النوع بس أعتقد ما راح ينجح يعني إما أن الناس هتبتعد على التطبيق بالكلية أو أنها بتجد طرق فيها التفاف على هذا النوع من حضر طيب نقفل موضوع تكتوك؟ ما يتقفل لكن قفل هو شوف ما يتقفل لكنه إحنا يعني أسهبنا فيه بشكل كبير لكنه إحنا نظل ونرجع ونقول إحنا يعني ما نصف مع حد ولا نصف مع منصة التواصل اجتماعية نهيا إنما إحنا طرحنا تساول عام عن شي صار في هذه المنصة ونسأل الله الصلاح بس يعني والله يشوف أنا أعيدها يمكن مرة ثالثة يا أخي أنت تطبيق ما لك علاقة أنا وش أسوي خلاص خلني في العلاقة اللي بيني وبينك صح لا تجي يعني تصير تدخل صف ثالث في أي موضوع لا تنحازي لا أحد